بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بنكمل معاكم إن شاء الله دورة الاب انفنتور ويعني بتكم تسامحونا إنه صار هامش بين هذه الحلقة وبين الدرس السابق لأمور قاهرة خارج عن الإرادة الآن بتسألوا الإخوة موجود عنا قاعدة بيانات طبعا إحنا لسه منحكي عن قاعدة البيانات وعن الفيربيس موجود عنا قاعدة بيانات في الفيربيس مثل قاعدة البيانات اللي احنا اشتغلنا عليها في الدروس السابقة هذا موجود عنا هنا الـ ID والـ Name والـ Address طب أنا بدي أخزن الـ ID وبدأ أخزن الـ Name وبدأ أخزن الـ Address لشخص معين بستطيع إني برضو أخزن صورته الشخصية في بيانات وأسترجعها مثلا والله قاعدة بيانات كتب مثلا قاعدة بيانات أشكال بستطيع إني أخزن الصورة الشخصية طبعا أكيد بستطيع إني أكون في هذا العمل باستخدام قاعدة بيانات الفيربيس طب كيف بستطيعكم بهذا المهمة أو بتخزن صورة شوفوا يا جماعة بدي أجل الطريقة الأطول أحكي عنها وبرجع لها بعدين الطريقة الأطول لاحظوا معاي في داخل واجهة الفيربيس موجود عندي الـ Run Time وموجود عندي إيش اسمه الـ Storage إيش هو الـ Storage الـ Storage عبارة عن مساحة تخزينية سحابية زي الـ Google Drive أنا بستطيع من خلالها أخزن صور أخزن ملفات إيش مكان بستطيع أخزن فايلات من ضمن هالصور بستطيع إني أتصل في الـ Storage اللي موجودة في الفيربيس وأبعت لها صور أو أبعت لها ملفات وأخزن بداخل هذا المساحة التخزينية وأسترجع منها طب كيف بدي أتصل فيها عادي مثل ما اتصلت مع الـ Run Time فييربيس موجود عندي هون عنوان بيعطيني يـ URL وموجود عندي K أو API بستطيع من خلاله أتصل بهذا المكان أو هذه الكعدة التخزينية طيب في الـ App Inventor كيف باتصل فيه باتصل فيه من خلال أداة وين هالأداة موجودة مش موجودة في الـ App Inventor هالأداة فيه مطورين طوروها اسمها الـ Firebase Storage بستطيع من خلالها إني أتصل بالـ Storage الموجودة في الـ Firebase طيب ممكن فيه حل قصة الإضافات بحكم أنه يا جماعة الـ MIT App Inventor هو عبارة عن برنامج مفتوح المصدر كثير مطورين مش مطور واحد كثير مطورين أخذوا هذا البرنامج المفتوح المصدر وطوروا عليه وشو فيه إضافات مهمة ورئيسية وحلوة جدا ضافوها عليه بس هذا الأساس وهذا الأم يعني مثلا من بينها الكوديولر ومن بينها أنا شفت كثير بيئات وبيئات حلوة جدا ومرتبة وضيفين عنها إضافات ثانية في بيئة الكوديولر نفصل شحطة زيادة في منضوع الـ Firebase عن الـ App Inventor إذا بتحبوا الـ Firebase Storage بنكملها أو بنشرحها عن طريق الـ MIT App Inventor أو عن طريق الكوديولر ولو أني أنا شايف أو حابب أنه النوع يعني نشتغل مرة هون ومرة على الكوديولر علما أنه عادي التطبيق اشتغلته هنا تكمله على الكوديولر بحكم أنك بتستطيع تنسغه بامتداد أو تحفظه بامتداد AIA ومن هناك عادي بتستطيع تستورد أي ملف بامتداد AIA ما فيش أياتها مشكلة طيب حكينا الحل الأول لتخزين صورة بداخل قعدة بيانات ساحبية اللي هي هذه الأداء في طريقة ثانية في طريقتين أو ثلاث طرق غير هذه الطريقة في طريقة أخرى اللي هي الطريقة العادية اللي هي طريقة التخزين كيف أنا بخزن بيانات باستخدام أداة الـ Firebase العادية الموجودة عندي في برنامج App Inventor Firebase Database كيف كنت أخزن بيانات أنا بستطيع أخزن صورة طيب خلينا نجرب هذه الطريقة في هذه الحصة لو كان مثلا موجود عندي هنا زر Button وكان عندي موجود أداة الكاميرا مثلا في أداة الكاميرا أنا بدي ألتقط صورة معينة وبيدي لما أضغط على هذا الزر يلتقط لي صورة وبعد ما أنه يلتقط لي صورة يخزن للصورة في داخل قعدة البيانات وبيدي كمان زر هاي Button 3 يسترجع للصورة من قعدة البيانات وبعد ما يسترجع ليها يظهر ليها على أداة الإمج اللي هي أداة الإمج تخصصها إظهار أداة لإظهار الصور في تطبيق الأندرويد يلا تعالوا نجرب نطبقها أظن الفكرة صارت واضحة وبتوقع أنت لو عملت بوازل الفيديو وطبقتها لوحدك رح تزبط معك 100% هذا الزر الأول اللي هو Button 2 بدي يلتقط لصورة وان Button 2 دوت كليك بدي يلتقط لصورة إذن بنروح على أداة الكاميرا وبنحكي له ألتقط لصورة هاي التقط الصورة طبعا أداة الكاميرا اللي أجل متأخر إحنا مفصلين عنها في درس مخصص طيب هاي التقطنا الصورة الآن الصورة اللي التقطناها في الكاميرا وين راحت راحت في ذاكرة خاصة في هذه الأداة موجودة في هذا المكان كيف ده أحصل عليها عن طريق حدث اسمه After Picture أو After Picture هذا الحدث الصورة بتكون مخزنة في هذا المكان باجي بأخذ الصورة من هذا المكان في هذه الذاكرة الصغيرة الخاصة في هذه الأداة وبخزنها في الفيربيس عادي اللي هي Store Value باجي هون بدور على اللي ستور لبنة لستور فاليو أو دالة لستور فاليو وفاليو توستور كقيمة عادي بحكي له خزن لها القيمة وتاك عادي خليلين مبدئيا انتم عارفين فاهمين فكرة التاكات إنه ممكن المستخدم يدخل تاك أنا بدأ دخل تاك بشكل مبدئ بحكم إننا نحنا قاعدين منتدرب على الأداة هادي خزناها الآن اتخزنت في الفيربيس بدي البوتون ثري استرجعها من الفيربيس فبالتالي منحكي ون بوتون ثري دو تكليك تعلي على الفيربيس دور لي على دالة استرجاع القيمة اللي هي Get Value التاك الخاص في الفاليو اللي بدي أحصل عليها اللي هو اسمه ايه طيب القيمة حصلنا عليها وتخزنت في الذاكرة الخاصة في ال Get Value وذاكرة صغيرة كيف بدي أحصل على القيمة بس تخدم حدث Good Value والفاليو اللي حصلت عليها هذه الدالة موجودة في هذا المكان الآن بما إنها موجودة في هذا المكان حصلنا عليها طب إيش بدنا نسوي فيها بدنا نظهرها على الإيميج لاحظة معاي Set Image Dot Picture وهي حصلنا على القيمة خلينا نجرب نشوف شغلنا صبت ولا لا هاي موجود عندنا التطبيق Button 2 اتفقنا بشغل الكاميرا علشان يلتقط لصورة هاي شغل الكاميرا الآن التقطنا صورة هالتقطنا صورة الصورة بنعملها حفظ الآن أخذ الصورة وحفظها في داخل قاعدة البيانات نشوف في قاعدة البيانات نحفظ إشي طبعا إحنا اتعاملنا مع ال Run Time فبالتالي في ال Storage ما بينش إشي إنها يدي أعمل تحديد ما بين إشي إلا إذا أنا اتصلت مع ال Storage تمام طب خلينا نروح على ال Run Time لاحظوا معي في ال Run Time خزن لي صورة طبعا هون بعطيني امتداد الصورة اللي هي امتداد الصورة أو مكان تخزينها في داخل ال Cloud أو في داخل مساحة تخزيني طب إذا أتأكد إنه فعليا الصورة مخزنة بنيجي هون على التطبيق اللي إنا وبنيجي على ال Button 3 ال Button 3 بيحصلي على القيمة أو بيحصلي على الصورة اللي إلها تاق حكينا إيه هلا نحصر على الصورة ولاحظوا معاي هذه الصورة اللي إحنا صورنا طيب الآن الدرس القادم إن شاء الله بدنا نشرحه على بيئة الكوديولر بيئة الكوديولر ما بتختلف عن ال App Inventor هي عبارة عن ال App Inventor مطور وفهمين كيف فكرة مفتوح المصدر أنا بأخذ الكود نفسه اللي اشتغلوا جماعة ال App Inventor وبضيف عليه لمساتي وبغير الواجهة وبشتغل عليه شغلي وهذا الموضوع قانوني 100% الآن كيف ندخل على الكوديولر منيجي على الجوجل ومنبحث عادي على الكوديولر هذي كوديولر بدخل على الصفحة الرئيسية طبعا موجود عندي هنا Create Apps قبل ما أدخل على الكوديولر بطلب مني أني أسجل طبعا أنا ممكن أسجل في الموقع نفسه وممكن أدخل من خلال حسابي في الجوجل وممكن أدخل من خلال حسابي في التويتر طيب أنا بدأ أدخل من خلال حسابي في الجوجل عادي نفس الحساب اللي أنت بتستخدمه في ال App Inventor هاي أنا دخلت باستخدام حسابي الخاص في الجوجل خليني مثلا هنا هذا التطبيق بدي أحفظه أكمله على الكوديولر خليني آجي أعمله Export To My Computer هاي موجود عندنا هنا بس أنا بدأ أعمله تغيير تسمي لأنه هناك مش تغيل على تطبيق اسمه Fire فقط يعني الآن بدأ أعمله Import من برنامج الكوديولر باجي Import Project طبعا هون Create Project معناها تشغيل تطبيق أو خلق أو إنشاء تطبيق جديد Import Project يعني استيراد مشروع ونيجي منبحث على مكان تخزين البروجيكت اللي خاص فينا ونيجي منعمله Import هاي عملنا Import للبروجيكت نفسه 100% طبعا أنا هذا البروجيكت طبعا ملاحظين نفس الإشي نفس الترتيب نفس اللابينات بحكم إنه نفسه بس مضاف عليه طيب ليش إحنا روحنا على الكوديولر الكوديولر بما إنه ناس أجوا طوروا عليه فبالتالي بدهم ينشروا بإضافات عليها قيمة يعني مثلا لو جينا على طبعا أنا رح أشرحه كامل رح أشرحه في نهاية الدورة إن شاء الله يعني الإشي اللي مش موجود في الـ App Inventor موجود هون رح أحكي عنه يعني لاحظوا معاي مثلا الـ User Interface البوتون نفسها موجودة الـ Checkbox نفسها موجودة طب هاذي إيش هي؟ هاذي وقت التحميل اللي هي عبارة عن الدائرة اللي تظهر وقت التحميل في الـ App Inventor موجودة في أداة ثانية هون كأداة خاصة مثلا موجود عندنا هون الـ Linear هذا برضو الـ Linear اللي هي وقت التحميل زي لون بكون يتحرك هيك انتظر انتظر لوقت تمام؟ الـ Notifier نفسها الـ Speaker نفسها موجود عندي مثلا هون أداة لـ Spotlight مثلا من خلال بستطيع أسوي تطبيق الإضاءة مثلا موجود عندي هون مجموعة الجوجل لاحظوا معاي في مجموعة الجوجل في عندي أداة هون اللي هي Fairbase Storage مثلا مش بحاجة اني انا انزلها واضيفها على التطبيق اللي خاص فيه موجود عندي الـ Google Maps موجود عندي اليوتيوب بلاير أحد الإخوة حكى معاي بحكيه لاني أنا بدي تطبيق أعرض عليه فيديوهات موجودة أصلا على اليوتيوب هاليوتيوب بلاير موجود عندك على التطبيق تستطيع انك تستعمله طبعا عملية تحديث الفيديوهات في طريقة ان شاء الله مش ناسيك وراح أشرح ان شاء الله خلال الدروس القادمة ان شاء الله موجود عندي مثلا هنا مجموعة الـ Extension بحيث انك تستطيع من خلالها تضيف أدوات أخرى موجود عندي هنا مثلا الـ Maps موجود عندي Drawing & Animation مثلا موجود عندي هنا الترتيب اللي هي Layout لاحظوا هناك في Layout موجود عندي أربع أدوات هون موجود عندي كثير أدوات لاحظوا كداش موجود عندي أدوات في Layout مليان عندي كثير أدوات فبالتالي بستطيع أني أستفيد من هذه الأدوات إن شاء الله رح أخصص درس أفصل في الأدوات اللي موجودة هنا مضافة مش موجودة في الآب انفنتر على كلين هاي 12 دقيقة بكفي لهون هذا الدرس الدرس القادم إن شاء الله رح أشرح لكم إشي مهم كثير إشي طلبتوا مني كثير وبتستنوا مني اللي هو موضوع موجود عندي أنا تطبيق كيف أنا بقدر أبعث إشعارات للمستخدمين لجميع المستخدمين اللي عندهم التطبيق اللي خاص فيه وإن شاء الله رح نشرحه باستخدام الكوديولر الله يعطيكم ألف عافية